كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق تظهر صور جديدة من الصراع بين الشركاء العملية السياسية وصل بعضها إلى التشهير بمقاطع مصورة غير أخلاقية لمترشحات عن بعض الكتل على مواقع التواصل الاجتماعي الأساليب المذكورة انتشرت كالنار في الهشيم وأثارت موجة انتقادات واسعة بين العراقيين الذين انقسموا بين ساخر وممتعد مما وصل إليه حال السياسيين في صراعهم مع بعضهم وثيقة الشرف التي وقعتها الكتل السياسية الكبيرة في العراق برعاية الأمم المتحدة في الثامن والعشرين من آذار الماضي لم تعني شيئا للمتنافسين على المقاعد في البرلمان فالوثيقة نصت في بنودها على عدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف وتسقيط المنافسين كما ألزمت المترشحين بالتصرف كريجال دولة واحترام بعضهم البعض بالابتعاد عن التشهير والتجريح أما عن تطبيق هذه البنود فيبدو أنها ذهبت أدراج الرياح سريعا مواطنون من بغداد انتقدوا أسلوب الصراع بين الشركاء لعملية السياسية قبل الانتخابات القادمة وعزوا ذلك إلى الفساد المستشري في أجهزة الدولة وغياب القانون عملية التسقيط السياسية هي عملية غير مرغوب بيها في المجال العمل السياسي خصوصا في البدان المتقدمة وجدت أرضها الخصبة في العراق نتيجة الفساد المستشري بين الكتل السياسية والسياسين أولا عملية التسقيط السياسي هي ما جاءت بمأزل عن الوضع المزري الموجود بالبلد عن منظومة الفساد التي تأسست من 2003 لحد يومنا هذا أساليب الصراع الانتخابي التي لم يشهدها المجتمع العراقي من قبل تثير تساؤلات حول انعكاسات المنظومة الأخلاقية لدى الطبقة السياسية على الشارع العراقي ترجمة نانسي قنقر